بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا مع مكونات العقل المسلم رأينا في الحلقة السابقة أن من مكونات العقل المسلم التجريد ونرى أيضا مع التجريد صفة أخرى وهي صفة العمق والاستنارة صفة العمق والاستنارة تقول إن الإنسان هناك في أفكاره ومعلوماته وإدراكاته ما هو سطحي وهناك ما هو عميق وهناك ما هو مستنير لاحظنا عند المسلمين وبناء على قاعدة أو مكون التجريد لاحظنا قضية العمق والاستنارة وأنها مكون آخر من مكونات العقل المسلم عندما ينظر أحدهم إلى ورقة الشجر ويراها خضراء مدببة فهذا اسمه التفكير السطحي وعندما يطع تحت المجهر وينظر إلى عمقها وإلى تمثيلها الضوئي فهذا يسمى التفكير العميق وعندما يربط ذلك بالله سبحانه وتعالى فهذا يسمى التفكير المستنير ومن هنا رأينا بعض المسلمين وهو يؤلف الطب محراب الإيمان لأنه كلما تعمق في دراسة الإنسان لا يسعوه إلا أن يقول سبحان الله ولذلك من مكونات العقل المسلم العمق والاستنارة والاستنارة معناها ربط هذا الإدراك وهذه المعلومات بالله رب العالمين من التجريد ومن العمق ومن الاستنارة نضرب مثالا تطبيقيا بحالة الطفولة وبقاعدة تقول الطفولة توقف الأحكام وكيف توصل إليها العقل المسلم العقل المسلم من شأنه التجريد ومن شأنه عدم الوقوف عند الظواهر ومن شأنه جمع المعلومات والاستقراء ومن شأنه الربط بالله رب العالمين حتى رأيناهم لا يبدأون كتابا إلا ببسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ولا رسالة ولا خطاب ولا أي شيء إلا عندما يقدمون هذه مقدمة البسملة والحمد لله والصلاة على سيدنا رسول الله دائما في مقدمات الأعمال هكذا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبطر والرواية الأخرى بحمد الله فهو أبطر والرواية الثالثة باسم الله فهو أبطر وفيها نزاع هل هو حديث صحيح أو فيه كلام الأخير بسم الله لكن نرىهم أنهم دائما يربطون أعمالهم بالله وهذه هي الاستمارة وعدم الوقوف عند السطح أو العمق إذن العقل المسلم جمع ما تعلق بالطفولة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه وهو يقول لفاطمة طفلة ما لكم وما لي زهرة أشمها يعني يلومه الكفار أنه يعني يدلل ابنته ويحبها ويحملها ويحتضنها ويشعرها بالحنان والأمان يقول لهم هذه المقولة ويعد هذا الموقف موقفا كبير هذه الطفولة أثرت أثرت في نفسية الطفل حتى عندما كبر وعندما جاءت قضية زواج سيدنا علي من بنت أبي جهل وهناك رواية مختلفة تذكر أن أهل البنت ذهبوا يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الروايات أن سيدنا علي هو الذي ذهب يستأذن وبعض الروايات أن السيدة فاطمة هي التي أخبرته وبعض الروايات يعني هناك روايات كثيرة في هذا المقام منها أن السيدة فاطمة خرجت بعدما سمعت لأن علي عليه السلام يعني يفكر في زيجة أخرى فذهبت إلى أبيها أبيها الذي كان يحملها في مكة ويشعرها بالحنان وبالأمان وقالت له كلمة يقول الشرح كلمة عظيمة يعني كأنها كانت غبانة فخرج منها هذا الكلام ولم يكن من عادتها أن تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة ولكن طبعا إذا تأمننا وجدناها أنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة عليها السلام إن قومك يزعمون دخل على النبي كده على طول تقول له كده إن قومك يزعمون أنك لا تغضب لبناتك ما يصحش إنها تقول كلا سيدنا رسول الله لكن هذا من غضبه وإيه اللي ما يصحش هذه العبارة الرقيقة يعني هي أعلى من هذا ولكن من شدة اضطرابها من أن الرجل سيتزوج وكذا إلى آخره وأن أمرا بليل يضبر وهي لا تعرف معلومات كافية فقالت لأبيها عليه الصلاة والسلام إن قومك يزعمون أنك لا تغضب لبناتك قال وما هذا قالت إن علي يريد أن يتزوج من بنت أبي جهل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويذهب ويخطف في الناس إذا كان علي ألا إن فاطمة بضعة مني وفي رواية مضغة مني وإذا كان ابن أبي طالب يريد أن يتزوج فليطلق فإنه يسوء الماء ساءها وعرف الناس هذا وقال علي عليه السلام لا أفعل ما تكره يا رسول الله ولا ما تكره فاطمة هذا من الطفولة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأطفال حتى إن تسعة من الأطفال بالوا عليه صلى الله عليه وسلم منهم عبد الله بن الزبير يعني لما يبول الولد الأول أو التاني كان يعني النبي على السلام يأنف بأه لا يأخذ أبدا يعلم الناس الحنان وكان يفرح بهذا يعني أنه يحمل الطفلة فظل يعلم المسلمين هذه الرحمة كان صلى الله عليه وسلم تأخذ بنات بني النجار بيده فتذهب إحداهن به حيث ما شاءت في المدينة ده قائد الأمة ده نبي العالم ده سيد المرسلين يعني ليس ما فيش فضة للبنت كده ولكن الطفولة توقف الأحكام النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون عنده درس قد يكون عنده لقاء قد يكون عنده وفد قد يكون عنده كذا يعني الأمور قد يكون في مصلحة معاشه وكلها أمور مهمات فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الأولين والآخرين والمؤمنين والمرسلين والنبيين وكان مثالا لم يكن عنده وقت لا للغوة ولا لل حشو الزمان ولكنه يعلمنا أن هذا أمر مهم أن نجعل الطفولة توقف الأحكام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وخطبة الجمعة هي من أركان الصلاة وعدها بعضهم أنها جزء لا يتجزأ من الصلاة فيرى الحسن أو الحسين يعني يخرج من البيت يتأثر في ثيابه فيقول إن من أولادكم فتنة وينزل يترك الخطبة التي يفرض ويحمل الطفلة ويعطف عليه إذن هذا الطفل سيشبع حنانا ويشعر بالأمان الطفولة توقف الأحكام نعم فواجب الخطبة وهي واجبة وركن من الصلاة أوقفها النبي من أجل ذلك الطفل كان النبي صلى عليه وسلم إذا صلى فسمع بكاء طفل تجوز في صلاته يعني أسرع في صلاته حتى لا تنشغل أمه في الصلاة فاردوا ركنه لها أركان لكنه يسرع فيها ويوقف هذا الحكم لأن الطفل بكى لو أنني في الصلاة وكنت راكعا وجاء أحدهم من خارج الصلاة وقال إن الله مع الصابرين بعض الناس يعمل كذا يعني يخليك استمر في الركوع أو قال أيها الإمام أخر الركوع فأطاعه الإمام فأخرك بناء على أمر شخص خارج الصلاة وليس داخل الصلاة فإن بعض الأئمة يبطل صلاة هذا الحكم ولكن عندما يكون طفلا والطفل خارج الصلاة فمراعاة توقف الأحكام وتجعلنا نراعي الطفولة فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يعلو ظهره أمامة بنت السيدة زينة بالكبرى بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلو ظهره الحسن أو الحسين فيطيل السجود فيسأل يا رسول الله أطلت السجود يعني خير هل السجود أصبح هي دي السنة إن إحنا نطول كده فقال لا ولكن كان ابني على ظهري فأردت أن أطيل حتى يقضي حاجته يلعب على كيف إيه دي الطفولة توقف الأحكام بكاء الصبي يجعلنا نتجوز في الصلاة والطفل يجعلنا نقطع الخبة والطفل يجعلنا نطيل السجود والطفل يجعلنا نترك أعمالنا من أجله والطفل وهكذا والطفل يجعلنا نخرج عن المألوف لأنه لم يكن من مألوف أهل مكة أن يدلل الأطفال فيرد عليهم ظاهرة أشمها ما لكم وما لي ولما جاء الأقرع ابن حابس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يهدهد الحسن أو الحسين وقال والله يا محمد إن لي عشرة من الولد ما فعلت بواحد منهم ما تفعل قال وماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلوبكم طيب ده الأقرع ابن حابس كان يعني فيه شر وفيه فسق وفيه يعني شيء من النفاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الأقرع هذا تجهم يعني أوه فإذا دخل عليه بش وهش له لأنه رئيس قوم لأنه يعني يتألف قلبه فقالت عائشة يا رسول الله رأيتك هكذا قبل ما يدخل ثم بعد ما دخل فبسمت له قال إن شر الناس يا عائشة من تتقيه من أجل فسقه الأقرع ابن حابس هذا بدلا من أن يجمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت حتى يتقي شره قال له ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلوبكم لما تعلق الأمر بالأطفال التجريد التعمق الاستنارة والربط بالله رب العالمين هي من مكونات عقل المسلم إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة